المشاهدين الكرام اهلا بكم في برنامجكم نقطة تحول نواصل فيها التأمل البسيط الروحي في جزء غالي ونفيس من كلمة الله وهو رسالة الرسول بولوس الى كنيسة افاسوس اتكلمنا في المرات السابقة عن امور متعددة وما ننساش نتذكر ان الكاتب هو الروح القدس مستخدما الرسول بولوس رسول المسيح العظيم وكتب هذه الرسالة من سجن روما الاول وكتب معها رسالة فيليبي وكولوسي وفليمون والرسالة دي مرسلة الى المؤمنين في افاسوس وهذه المدينة او هذه المنطقة من العالم اللي هي تركيا الحالية كانت بتحتوي على مدن كتيرة خدمها الروح القدس استخدم فيها اواني الوحي الرسول يحن خدم فيها واكبعت سفر الرؤية ليهم والرسول بولوس وبوترس وتيموثاوس واخرين وتكلمنا عن مدينة افاسوس ورسالة افاسوس والموضوعات الرئيسية فيها والعلاقة بين افاسوس وكولوسي وسفر يشوع وافاسوس على اعتبار انه فيها تقسيم للانصبة السماوية زي ما سفر يشوع بيتناول هذا الموضوع عايز المرة دي اني نمر على العدد الاول والتاني والجزء اللي بعد كده هقرى برضو من عدد ثلاثة لنهاية عدد اربعتاشر بالتأمل البسيط بولوس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله افاسوس واحد من عدد واحد الى القدسين الذين في افاسوس والمؤمنين في المسيح يسوع تكلمنا فيها عن الراسل اللي هو الروح القدس بواسطة الرسول بولوس والرسول بولوس هنا نشوف وظيفته او عمله رسول لكن رسول يسوع المسيح الذي ارسله المسيح يسوع والكلام ده نقرأ عنه سفر اعمال الرسل لما قال الرب يسوع بنفسه سأريه كم ينبغي ان يتألم لاجل اسمي وهذا الامر بمشيئة الله وهنا نرى سلطان الرسول بولوس استمدوا من مشيئة الله المكتوب اليهم الى القدسين الذين في افاسوس هنا نرى الكنيسة المحلية هناك فالكنيسة شفنا في تأملاتنا السابقة معناها العام الشامل جماعة المؤمنين الحقيقيين راقدين واحياء من كل بلاد العالم في كل التاريخ لكن استخدم العهد الجديد ايضا تعبير الكنيسة يقصد به المكان المحلي في المدينة المعينة فمثلا تقرأ كنيسة افاسوس كنيسة كولوسي كنائس غلاطية وهكذا يقصد المكان المحلي الواحد مش مقصود به المبنى الفخم واليافطة والمنارة والابراج والكلام ده لكن يقصد مكان جماعة المؤمنين الذين يجتمعون باسم الرب في هذه المنطقة يجوز ان نطلق عليها كلمة الكنيسة في العهد الجديد والرب يسوع هو اللي بنى الكنيسة زي ما جاء الاعلان الالهي على فم الرسول بطرس في متة 16 في قيصرية فيلوبوس لما قال الرب يسوع المسيح من يقول الناس اني انا ابن الانسان فقال بطرس انت هو المسيح ابن الله الحي قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونى ان دما ولحما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات هو اعلن فده اعلان الهي وليس اعلان من بشر كنيسة الرب وبعدين يقول نعمة لكم وسلام النعمة كانت تحية الامم اي الجمال والعظمة والرقة والسلام هو تحية اليهود كانوا بيشعروا بخوف ويعيشوا في كانتونات داخل جيتد ايريا يعني مكان مقفول لشعورهم بانهم افضل من غيرهم او الامم المحيطين بيهم ناجسين فكانوا بيحاولوا يمارسوا القصة دي بطريقة لسبب الخوف والسبب الشعور بالتمايز فكانوا عايشين وجواهم خوف من الاخرين لانهم ضاقوا مرارة الذل والعبودية في مصر وبابل بالسبب البابلي والعبودية اللي شوفوها في مصر فكان عندهم الشعور دي عبر تاريخهم كانوا يتمنوا السلام شالوم لكن في المسيح لقينا ان الروح القدس يجمع التحية دي للكل نعمة وسلام نعمة وسلام من من هنا نرى مصدر هذه التحية الله ابينا والرب يسوى المسيح ثم يأتي حديث الروح القدس بفم الرسول بولوس من عدد تلاتة في الاصحاح الاول الى نهاية عدد 14 انا هقراهم عدد عدد علشان ما يبقاش يعني الوقت طويل في القراءة وده الجزء ده نقدر نسميه ترنيمة الفداء اللي هو الجزء اللي بيبتدي من عدد تلاتة طبعا من التأسيم اللي فات الاولاني في البرامج السابقة قلنا ان الرسالة بتتكون من قسمين رئيسيين من اصحاح واحد لثلاتة القسم التعليمي ومن اصحاح اربعة لستة القسم العملي فالجزء التعليمي بيتكلم هنا عن ترنيمة الفداء او قصيدة الفداء مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ده عدد تلاتة الذي باركنا بكل باركة روحية في السماويات في المسيح ما تنساش طبعا يعني ايه في السماويات اللي هي دائرة امتيازات ومركز ومقام المؤمنين وهم هنا على الارض مبارك الله يعني مبارك اله وابو ربنا يسوع المسيح فهي ممكن تقراها كده مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح يفضل ان احنا نقراها بالصورة دي مبارك اله وابو ربنا يسوع المسيح ليه لان المسيح تبارك اسمه ليه علاقتين بالله الاب العلاقة الاولى كانسان هو الاه وكالله هو ابو العلاقتين دول مش غريبين عن لغة الوحي تلقاهم موجودين في الكتاب في مواضع اخرى اشهرها يحنى بعد قيامة الرب عدد اصحاح 20 عدد 17 لما قال للمجدلية مريم وهي عند القبر لا تلمسيني ليه لاني لم اصعدوا بعد الى ابي وابيكم الاه و الاهكم هو ليه علاقتين يقال عنهم ابي و اتاني و الاه العلاقتين دول موجودين في كلمة الله واحد يقول لي طيب هو المسيح الله اقول له ان قلت كده بس تبقى عايز تراجع نفسك المسيح هو الله و المسيح ايضا هو الانسان فالمسيح هو الله و المسيح هو الله و الانسان معا بعض الناس يقول لك هو الله بس لا ده تركيز على لهوته طبارك اسمه تركيز على اللهوت فقط لكن ان قلت الانسان بس يبقى جاوزك الصواب محتاج تراجع نفسك ليه بيقول كده لانه المسيح حسب اعلان هذا الكتاب العظيم هو الله و الانسان معا مثلا يكتب الرسول بولس في تيموثاوس الاولى 3-16 عظيم هو سر الطقوة الله ظهر في الجسد مثلا كمان الرسول يحنى كتب في يحنى 1-1-1-14 يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله واحد يقول لي مين قالك ان الكلمة هو المسيح هو يقول الكلمة هو الله اقول لك في يحنى 1-14 يقول لنا من هو الكلم والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمة وحق رأينا مجده وشفناه وقال في يحنى الاولى واحد لمسناه شاهدناه بعيوننا لمسناه بأيدينا فالمسيح هو الله والانسان معا مثلا في فليب 2 يقول عنه الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اتضاعا وطوعا واختيارا بارادته الذاتية في ارساليته للفداء مجيء لأجل محبة لله وخضوعه له وطاعته مجيء الى العالم حبا فينا عشان عايز يغيرنا وعايز يموت لأجلنا وياخد مركزنا ومقامنا الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه تتجسد اخذ ان صورة عبد بلا حقوق العبد تعمل فيه اي حاجة والمسيح بيقول عنه هنا اخذ ان صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاه حتى الموت موت الصليب دعم للصليب وبعدين يقول ذلك رفعه الله ايضا دي القيامة وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الارض وتحت الارض ويعترف به كل لسان ده في المستقبل عندما يستعلن في مجدو اذا المسيح هو الله والانسان معنا ما تنساش عشان المرات الجاية احنا محتاجين لواحد ثلاثة دي قافسس واحد ثلاثة اللي هو الهه وابيه من حيث انسان هو بيقول له يا اله زي مثلا يقول له في مزمور مية واثنين يا اله لماذا لماذا تقبضني في نصف ايام مزمور مية واثنين اقول يا اله لماذا تقبضني في نصف ايام مزمور اثنين وعشرين صرخته على الصليب الهي الهي لماذا تركتاني واحد يقول لك اهو بيقول ان الله هو اله اذا هو انسان طبعا لكنه يخاطب الله وباعتباره ابيه فهو ابن الاب بالحق والمحبة قال عن نفسه في انجيل يحنى انا في الاب والاب فيه انا والاب واحد قبل ان يكون ابراهيم انا كائن هنا نرى الوهيته مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح مبارك الله اله وابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل باركة روحي خدت بالك من الصيغتين بتوع مبارك واباركنا مبارك الله هي نفس الكلمة اللي جات في مزمور 103 باركي يا نفسي الرب والبركة في العهد الاديم اذا كانت والجديد طبعا اذا كانت من الصغير للكبير تبقى شكر وعبادة ولما تكون من الكبير للصغير او من العظيم للبسيط للحقير تبقى عطاء ونعمة الرسول بولس هنا جمعهم لاتنين مبارك الله تبولس بيقدم الشكر لله وبعدين يقول الذي باركنا مين اللي عمل الكلام ده ربنا تبقى يبقى جاي باركة من الله مش عارف خدت بالك ولا لا مرة تاني مبارك الله الذي باركنا فتأتي من الصغير للكبير من الدني للعظيم مبارك الله تعني شكر ومجد وترنيمة معظمة وفرح الذي باركنا دي جاي من فوق لنا من الله الذي باركنا باركنا بايبعة بكل باركة روحية مش بباركة روحية واحدة بكل باركة روحية هنا نرى طبيعة البركات في طبيعتها روحية ليست جسدية الشعب القديم كانت بركاته البركات اللي ليه بركات أرضية زي مثلا أحد رجال العهد القديم اسمه يعبيص يقول عنه في سفر أخبار الأيام كانت طلبته ليتك تباركني طب عايز إيه يا سيدي يقول وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني أنا عايز بيت كبير وعايز يبقى عندي ثروة وعايز يبقى عندي مساحات من الأرض توسع تخومي وتحفظني من الشر تحفظني من الأعداء لكن المؤمن الحقيقي المسيحي لو كانت الحاجات دي عنده ليلة وصغيرة ما يهموش ما يقولش أهمو ليه إن كنت في قصر أعيش أو كوخة بلا حما سيانة عندي ده زي ده فإني ضيف معد للسماء إن كنت عايش في أصر ولا كوخ باكل حاجات غالية جدا وبلبس حاجات ولا لا المهم إن إحنا لنا بركات روحية إن الله أبونا قد ربطنا بشخص ابنه يسوع المسيح بركات روحية مقامها في السماويات لكن في مين وصلت لنا في المسيح بركات دي وصلت لنا في المسيح وبعدين يقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم ده عدد أربعة لنكون قديسين وبلالوم قدامه في المحبة قديسين من حيث ما مقامنا في المسيح وإحنا في العالم بلالوم قدامه في المحبة ده من حيث سلوكنا أمام العالم لا يليق أن نكون ملومين في لوم يوجه لنا في سلوكنا وتصرفاتنا لكن قديسين وبلا لوم علشان يعمل كده عمل حاجة اسمها الاختيار اختارنا فيه وبعدين يقول بعد كده في عدد خمسة اذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصر مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب قلت في بداية الحلقة أنه الجزء ده من عدد 3 العدد 14 نقدر نسميه قصيدة الفداء أو ترنيمة الفداء والترنيمة دي بتتكون من 3 أعداد مع قرار القرار هو في المسيح في المحبوب فيه دي لها متكرر قوي يعني لو معاك ألم وعايز تعلم ألم بالألوان أو ألم بسيء الرصاص أو حاجة تاخد وانت بتلاقي كل حاجة تتقال وبعدين نقولك في المسيح فيه في المحبوب ده قرار الترنيمة أو قرار القصيدة الحاجة اللي بتتكرر الترنيمة بتتكون من 3 أعداد العدد الأول فيه قصيدة الفداء اللي عملوا الله الآب لأجلنا الله الآب عمل حاجتين كبار الحاجة الأولانية هنا في عدد 4 اختارنا الله الآب اختارنا الحاجة التانية في عدد 5 سبق فعيننا للتبني يبقى الله أبونا عمل حاجتين الحاجة الأولانية الاختيار والحاجة التانية التبني لما فكرت فيهم الدموعي فاضت من الفرح كنا في فكره وقصده وكنا في قلبه قبل تأسيس العالم أيه أصلحنا المؤمنين مناش علاقة بالعالم لكن لينا علاقة بهوى المشاهد الكريم قلبي فرحان وانا بتكلم عن هذه الترنيمة لأني أحد الذين اختبروا جمالها وتمتعوا بها الله الآب في العدد الأول من قصيدة الفداء في عدد 4 و 5 عمل حاجتين الاختيار والتبني وهنشوف الله الابن عمل ايه والله الروح القدس عمل ايه عندما ألقاك في الحلقة القادمة اسعد في كل يوم جديد ورنم بفرحة وهنى وعز وعيش مرفوع الرأس لأنك حسب قرار ترنيمة الفداء في المسيح وما كنتش كده انت مدعو للتمسك به وتلحق بقطار النعمة قبل فوات الأوان وإلى اللقاء